يقول نيتشا كن حريصا وأنت تصارع الوحوش كي لا تصبح واحدا منهم لأنك حين تطيل النظر إلى الهاوية تنظر الهاوية إليك أيضا وتنفذ فيك ومن خلالك هذه مقولة كهيرة جدا بنيتشا لكنني شخصيا أرى العكس والسبب هو أننا وحوش أصلا تعيش في الهاوية وهنا تصبح الخشية من أن تتصارع مع الآخرين أو كل شيء كوحش وليس أن تتصارع كإنسان أصبح متوحشا إنما كوحش مغمور في الهاوية ولا يكتفي بالتطلع إليها فقط فهي جزء منه وهو جزء منها مناسبة هذا الكلام ما جرى مؤخرا ويجري دائما في بلداننا المنكوبة بالحروب والنعارات العصبية الوحشية الهووية أو من الهاوية هذه المناسبة تستحق مننا أن تتمعن أكثر في هذه المقولة الشهيرة لنيتشا والتي ستناولها من جانب محدد فقط ما حدثه جعلني أذهل من طوفان أو طوفان الوحشية الأقصى الذي كشر عن أنيابه لدى كثيرين كانت شهوة الإرهاب رغم تعريفاته المختلفة هذه الشهوة كانت طاغية لدى الجميع تقريبا وما زالت والويل هذه هنا المشكلة الويل لمن يشير إليها ويقول لهم انظروا للأنياب التي خرجت من وجوهكم كما تخرج من أفواه الأسود والذئاب انظروا الحال الذي أصبحتم عليه خرج المخفي المستترف فيكم وأصبح مكشوفا للجميع هذا الأمر لا يشملنا نحن فقط بل يشمل عداءنا أيضا لكي لا يتم تقويلنا ما لم نقله وصل الأمر ببعضهم إلى السب والشتم على المنابر يعني منابر الفيسبوك تجاه كل من يحاول أن يقول يا أخوان تعالوا تعالوا نفهم حالنا ماذا جرى لنا فوز في الآخرين جميعا لنؤجل رأينا فيهم لننسى مقاتلنا وخلافاتنا معهم ونفهم قضيتنا نفهم وحشيتنا رعاعيتنا هذه ولكن لا أحد يسمع فقدوا حاسة السمع والفهم انغمسوا أكثر في وسط هاويتهم ولا أحد منهم يريد الإشارة حتى إلى وجود أي فرصة لاسترداد الأنفاس كان وما زال أورغازم الدأشنة يصيب الجميع بعدوى رعشته المسكرة ولا مناصة من قبل وقبل كثيرين من الذين يحاولون أن يفهموا ما يجري لا مناصة أمامهم إلا الصمت أمامه واتقاء غضبه اتقاء رغباته التي أصبحت في كامل الإباحية وفي هذا السياق هناك أمر آخر مدهش وهو أن عصر التواصل الاجتماعي كما يبدو بات كريما جدا معنا أو معي أنا أو معك لأنه أتاح لنا أو لي على الأقل أو لك أن ترى حجم رعائية كثيرين كنت تحسبهم من علية القوم فهما ووعيا وثقافة وإنسانية فاتضح أنهم من سقط المتاع ولا يقلون انحطاطا ووحشية وبداية عن الأخدمين وعن الصهاين أيضا شكرا لنيتش أيضا الذي جعلني أو جعلتني كلمته هذه أفهم أن الوحشية فينا وليست خارجنا كما قال نيتش وكل ما في الأمر أن كل ثقافاتنا وعدياننا كانت تستجيب لنا وتحرضنا على تحويل كل شيء حولنا إلى عالم وحوش قذرة فقط لكي يتطابق مع دواخلنا لا أكثر دواخلنا الأوارة بالشر والوحشية والرغبة بالعدوان وبناء على كل ما سبق سوف أتوقع أن لا يتفاعل مع هذا البوست أو هذا هذا الفيديو إلا القليلين جدا والسبب واضح لأننا منغمسون في عالم آخر ذكرنا مواصفاته وهؤلاء لا يريدون الكشف عنه أو حتى معرفته هم مسحورون في هذا العالم الذي يغرق في الوحشية يوما بعد آخر إلى الحد الذي جعلنا أو جعل الحكماء إن صح التسمية ولو وإن كنت لا أحب هذه الكلمة الذي جعل الحكماء يحاولون أن يفهموا ما يجري أو يوضحون لأن الناس ما يجري بدلا من أن تسيل الدماء فيما بينهم فنان على كل ما سبق أنا بدأت وأشعر بأن لأننا شعوب حماسية شعوب تحكمها الحماسة فعلا أنا لا أتحدث عن الآخرين لا أتحدث عن صهائنا ولا عن محتلين ولا عن قتل ولا عن مجرمين ولا عن غرب لا أتحدث عننا نحن نحن الذين تعرض إلى مصائب مستمرة بغض النظر عن تقييمنا لما للآخرين أتحدث عن ردود فعالنا عن رؤيتنا للعالم وهذه الرؤية أنا أعتبر رؤية نحنوية وليس هووية بالتعبير الصديق فتح المسكين المفكر فأنا أعتبر من أهن شعوب حماسية تحكمها الحماسة وليس العصبية فقط يعني بتعبير ابن خلدون وأعتقد أن الحماسة مفهوم يصلح لوصف وتفسير كل ما يتعلق بالعرب وشعوب هذه المنطقة بدليل أنه كما أقول أن هناك من يقرأ ما أقول أو يسمع ما أقول وينفجر بوجه استجابة لهذه الحماسة المرضية التي نعاني منها جميعا بنسبة مختلفة سيقول هذا المنفجر الذي المنغمس في بحر التوحش سيقول نفس ما قاله البعثيون والناصريون والحماسيون والولائيون أنت خائن أنت عميل مجسوس متخاذر تنشر الوهن تحطم المعنويات وتريد نصرة العداء إلى آخره كلام الجاهز وفي الحقيقة هو لا يريد إلا أن يغذي أورغازم التوحش الذي يشتعل ويتأجج داخله بحجة ماذا؟ بحجة هناك تضامن ويجب أن نتضامن وأن نعبر الخلافات ما بيننا ونتوحد لا بأس لا بانا على يدي أن نتضامن لكن نتضامن على ماذا؟ المسألة عندما يكون هناك تضامن ووحدة صف وكما يقال لا شيء يعلو على صوت المعركة لا بأس ما عنده مشكلة لكن هذه ممكنة ومفهومة أن يكون هناك أمل بأي نسبة كانت بالنصر على الآخر المؤتدي أو المغاصب أو المؤتل أو العنصري أو الصيوني وأي كانت الأسماء خزف الآخر كله لكن نحن هنا لماذا لا نستطيع أن نطرح رأينا لا يمنحك حقا في أن تقول رأيك هذه كارثة لماذا لا تمنح هذا الحق بسبب أن يجب أن نتوحد وأن نتضامن وأن الآن وقت أي شخص يحاول أن يجلي برأيه هذا سيؤثر على فضاء الحماسي الذي نحن فيه هذا الفضاء يجب أن يتتم الصيانته وأن نتناسى كل خلافاتنا وحاجاتنا الخاصة وآراءنا الخاصة ونصب كلنا في طوفان واحد تجاه العداء لا بأس لكن هل نحن فعلا متحدون هل نحن فعلا متماسكون أم مجرد نضغط على اللايكات نجب أن نتحدث بالصراحة نحن نستعرض فقط نستعرض من بين بعضنا البعض ولا ندرك أننا نقف على الهاوية نقف على هاوية الوحشية والتوحش ونتضامن فيما بيننا على قضايا لا نعرف ما هي نتيجتها وتكررت آلاف المرات وليس مرة ولا مرتين ولا عشرة وكأننا لا نتعلم من أخطائنا وكأننا لا ندرك أن المسألة تتعلق بالرأي والرأي المضاد بالنقاش بالانفتاح على الآراء المختلفة وأن كل من لديه رأي لا يريد أن يضر بنا كأنه هو منكم وبيكم لماذا يضرك لكن هذه الرغبة بالتوحش والأدوان على الآخرين وإلغاء الآخرين يبدو هو هذا التيار العام والسبب الرئيسي هو هذه الرعاعية التي سميتها أن الرعاع يقودوننا هؤلاء الرعاع يقودوننا القليلي الحكمة والصبر والرأي وقليلي الوعي والذين يبيعون ويشترون فينا صدقوني يبيعون ويشترون فينا وكل ما يجري الآن هو مجرد شعارات فيما بين تتداول فيما بيننا ونحن نصدقها لأننا يعني مع الإقاع الحقيقة التي راسخة أن الشعارات وضعت لكي نبني من خلالها الحياة لا أن نغتصب الحياة من أجل أن تتطابق مع الشعارات شكرا جزيلا وأسف على طالع وأتمنى أن يستمع لمن يستمع بقلب مفتوح بدون حساسيات ويتجاوز هذا أو يخرج من أفق الهاوية على الأقل شكرا جزيلا بقلب مفتوح بدون حساسيات